مساسة المرزوقة وملخص أحداث الحلقة التسعة كلها تشويك وأحداث حلوة جدا حادث فجدان ذاكرة وخطبة وكمان شخصية مرزوقة هتتغير وتختلف تماما تابعا النهاية الحلقة بتبدأ بمرزوقة قعدة مع طلال بتتكلم وبتحذر وبتتحك معاه ومرة واحدة بيقوم عبدالله وبيقول لها أظن أن أنت المفروض تقولي كلمة والناس مستنييني كيرت تقومي قالت له معلش أخوك بقى أخدني في الكلام بتقوم بعد كده بتتكلم عن المطعم وأن هي حتشتريه وحتخليه ليه الناس الغلابة اللي مش لقين يأكلوا أن هما يعني دايما يروح يأكلوا من هناك من غير فلوس وأنها دايما بتحب تساهم في الأعمال الخيرية وده ممساعدة عبدالله عبدالله طبعا كان فرحان جدا أن هي جايبة سرته في الموضوع بعد كده بتروح وبتقول ممكن أخد أخوك منك شوية طبعا عبدالله كان فاكر أن هي بتتكلم عن طلال عايزة تاخده لكن كانت بتقول أن هي عايزة تاخد عبدالله شوية بتاخد عبدالله وبتمشي كانت عايزة توريله حاجة بيطلع فحت وبيقول لها أنا عايزة تكلم معاك قالت له مش وقته أنت هي أصلا اللي جابك بعدين بعدين استنيني هنا ونرجعي لك بعد كده بتركب مع عبدالله عبدالله بيقولها رايحين فين قالت له مش وقت أنت بتحبه جدا وحتبقى مبسوط جدا كمان علشان هتروح المشوار ده معايا بيبدأ أنه هو يعجب بها جدا بيروحوا بعد كده في الشارع وبتبدأ تنادي على الناس وبتبدأ توزع الدعوات بتاعة المطعم وبتقول لهم تعالوا كله عندي في المطعم ببلاش في طوار غدا عشاء اللي انتو عايزينه عبدالله مبغور جدا بشخصية مرزوقة وقدي إن هي بتحب الخير علشان كده اعترف لها بحب وقال لها إن هو بيحبها جدا ويا طبعا عملت نفسها مكسوفة بتروح بعد كده على المطعم تاني وبتلاقي فهد هناك مستنيها بتقول له عايز ايه وإيه اللي جابك هنا قال لها انت دلوقتي بقيت مطلقة قلت له طيب وانت مالك يعني قال لها تجاوزيني قالت له تاني انت مش بتحرم طلع مسدس وقال لها هتتجاوزيني ولا اضربك بالنار قالت له مايفعشك جاوزت بالشكل ده يا فهد لكن بيقول لها عدي قدامي الله دلوقتي حالا وبيهددها بالمسدس وبياخدها وبيخرج برا المطعم طيبة بتحول تتصل بأي حد ينقذ مرزوقة فبتتصل بطلل وبتقول له إلحق بسرعة مرزوقة نوف بتحول تكلم فهد لكن مفيش اي رد منه فهد كان موجود مع مرزوقة بيقولها ان هو عايز يتجاوزها وان هو بيحبها لسه وطبعا طلل بيحاول ان هو ينقذها بيروح بعد كده بالعربية بتاعته وبيحاول ان هو يوقف فهد بيقول له وقف يا فهد ماينفعش لانت بتعمله ده عربية مرزوقة وفهد وبيروحوا على المستشفى على طول بالله بعد كده طلال وطيبة موجودين مع مرزوقة في المستشفى الدكتور بيقول ان هي احسن لكن الولد اللي كان معاها حالته صعبة شوية عبدالله بيتكلم مع امه في نفس الوقت طبعا كان قاعد في البيت وبيحكي له على مرزوقة ان هو عايز يخطوبها قالت طبعا انا مرحبة جدا البت كويسة وطبعا اكيد مش هتقدر تقولك لا يعني دي انت شيخ عبدالله بينما طلال بيدخل لمرزوقة اللي بتقوم مرة واحدة من نم وبتقوله انت مين قال لها نمين انا طالع يا ليساهم باتك من زمان جوز عليك انت بش فكرة قالت لهم انش فكرة حاجة وايه اللي حصل بالضغط هلها انت عملتي حدسة ما عفحت قالت لهم انش فكرة اي حاجة وايه اللي جابني هنا انا كنت في القصيم قال لها ايوة انت درواتي في الرياض طبعا كانت شبه نسية كل حاجة ولما طيب وطلال راحوا للدكتور قال لهم ان هي فعلا عندها فقدان زاكرة مؤقت وده اللي خلى طلال يروح ويتكلم مع مرزوقة ويقولها ان انا خطيبك بيستغل الفرص يعني ويف جنبها وساعتها كتير بعد كده منشوف الام مرزوقة عندها وكمان خالد ومرة واحدة بتدخل لطيفة بتقولها حرم عليك عايزة مني ايه عايزة تاخدي مني جوزي ليه عايزة تعملي في ايه طلعوا على طول برة طيبة مش بيصدقة موضوع خط بالطلال ومرزوقة بتقولها مش بيصدقة الموضوع ده انت زا يتقول لي مرزوقة ان انت خطبها الايوة انا خطبتها مبارح في المطعم ويوافقت لكن ما كانتش مصدقة ابدا طيبة لكن طلال بيستعين ب اجويد الخادم وده اللي بيأكد الكلام اللي بيقوله طلال وانه فعلا خطبتها في المطعم وانه هي وفقت لكن طيبة مش بيصدقة لانها كانت ايلالها انه هي حطة عنيها أصلا على عبدالله مش على طلال بعد كده منلاقي طلال بيروح البيت وبسلم على أمه وبيقول إن هو حيخطب وإنه شاف بنت الحلال وطبعا بيفرحوله جدا بالخبر ده ولما بيسألوا مين بيقول مرزوقة الكل طبعا اتصدم رد عبدالله وقال له متأكد إن هي وفقت قال أيها طبعا وفقت أنا كلمتها وهي موافقة بينما منلاقي خالد وأمه بيتكلمه مع مرزوقة موضوع خطبتها الطلال وطيبة بتقول يا بنتي أنت ما كنتش عايزة تتجوز طلال أنت كان عينك على عبدالله وأمرت الشعر الأشقر اللي عملتي عشان قاطر تجذبيه إيه اللي حصل لك أنت ناسية كل حاجة ما ينفعش كده قالت لها أنت مين أصلا قالت لها أنا شغالة عندك أنا بيطيبة قالت لها مش بصدقاكي طلال إنسان كويس أنا عارفة قالت لها أنت أصلا عمرك محبتي حد أنت دايما كنت بتحب الفلوس وبتجري والرجال عشان قاطر فلوسهم مش أكتر أنت زي بتفكر كده أنت أكيد ناسية قالت لها أنت بتشتغلي عندي خلاص امشي يا لأنا رفتك طلال موجود مع مرزوقة بتحس إن هي مبسوطة جدا بيه ونوع عجبها والشخصية والشهادتها يعني ووقف جنبها بعد كده بيوديها المطعم بتاعها اللي هي عاملة علشان خاطر الفقر والمساكين يأكلوا من غير فلوس وكمان بيوديها على المعرض بتاعها طبعا كانت ناسية كل حاجة بعد كده بيجي عبدالله عشان يسلم عليها ومش بتعرفه بتقوله مين ده أخوك قال أيوة أكيد طبعا جاية تبارك لنا صح رد عبدالله قال مبروك يا مرزوقة بيكلمك مش بتردي قالت له أخدتش بالي بعد كده منلاقي فهد الموجود في المستشفى وتضل بيستغل الفرصة وبيقول له عبدالله أنه هو عايز يخطب مرزوقة في أسرع وقت لطيفة بتتكلم مع سليمان وجي تقول له على موضوع مرزوقة وأنها محظوظة علشان وقعت في طلال بعد ما ثابت عبدالمحسن مرزوقة قعدة مع طلال وبيعترف لها أنه هو معجب بها جدا وهي قالت كمان أن انت شخصية كويسة عبدالله قاهد مع أمه مش بيصدق اللي بيحصل وأنه أكيد في حاجة غلط لأنه كان حاطت عينه على مرزوقة وأنه المفروض كان بتبادله نفس الشعور غريبة يعني إزاي تفكر في طلال رضت الأم وقالت خلاص يا ابني اتمنى تخل أخوك عادي وبيجي بعد كده طلال وبيقول له خلاص أنت خسرت جولة إيه اللي من دايقكم زعالك ما تفرح لي مرى برضو أخوك والله بعد كده بتقول سوسا أنت فاكر نفسك يا طلال كسبت بالعكس دي واحدة حرباية واحدة موجودة في السعودية علشان خاطر بس تاخد الفلوس من الرجال لكن قال لها أنت غلطانة بتقدم أعمال خيرية واشترت مطعم على فكرة وهي إنسان كويسة لكن برضو سوسا ما كانتش مصدقة وبتم خطب الطلال ومرزوقة لكن سوسا مش مرتاح أبدا ومرزوقة حاسة بنظراتها وبتقول له أختك بتبصيلي كده ليه رد وقال لها عشان أنت حلوة بس النهاردة مرزوقة بتروح على المعرض وبتلاقي نفسها كسبت بس في شهر فلوس كتير جدا وبتقول إزاي أنك سبت كل الفلوس دي قال لها ده شغلك وده معراضك وده فلوسك ما كانتش مصدقة نفسها سوسا لسه بتتكلم مع طلال إن البنت دي مش كويسة أبدا والأم ردته قالت إن هي طايبة وكويسة وطلال بيحاول يزبط لسوسا إن هي إنسانا كويسة وبتقدم أعمال خيرية وقال لها كمان حتشوفي بنفسك من لهي بعد جدا مرزوقة قاعدة مع نوف بتقول قد إيه إن هي معجبة بشخصية طلال جدا بتقول لها فهد أخوك أعمل إيه ردته قالت إن هو أم اللي غيبه بقى بس هو لسه بيفكر فيك قالت خليه إنساني بقى هو مش بيفكر غرفية أنا دلوقتي بيحب طلال ومن لهي بعد كده موظف بيتكلم مع مرزوقة وبيقولها إن هي جاسبت ربعمية وخمسين ألف الشهر ده قالت معقول كل المبالغ دي بكسبها قال لها أنت هتحسيد نفسك قالت له خلاص اتبرع بهم كلهم للجماعيات الخيرية قال كلهم طب أنت كنت متعودة دايما يعني كل شهر كده بتطلعي ربع شهر ولا نص راتب يعني للموظفين قالت خلاص خرج لهم كل واحد راتب والباقي يحطوا في الجماعيات الخيرية بيفرح جدا وبيروحوا يبشر الناس وسوسا بتسمع بنفسها لأنها كانت جاية تتكلم مع مرزوقة بتدخل تتكلم معاها وبتقول لها إن هي بتعتذلها على كل حاجة حصلت وعلى إنها ظنت فيها ظن سوء وإنها كانت فاكرة أن هي إنسانة مش كويسة أو طماعة علشان كيف بتسمع من الناس يعني إن هي سرقت فلوس جزهة التاني عبد المحسن ومشت قالت لا خلاص أنا مسامحاكي واللي ما يعرفك يجهلك كما فيش أي مشكلة وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لأحداث الحلقة التسعة من مسلسة مرزوقة يارب الملخص يكون عجبكم ما تسنينش في اللايك وإشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد تابوا باي الحلقات عندي باي باي